السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت عايزة أفهم مفهوم ملك اليمين في القرآن وخصوصا المذكورين في سورة الأحزاب بيقصد لعلها تقصد أو لعله يقصد قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن ومن ملكة يمينك أنا في الحقيقة حاس السؤال كده في حاجة محتاجة أكلمكم أكلمكم عنها فيه في بعض الأحيان بعض الناس يستخدموا بعض المفاهيم الموجودة في القرآن والسنة للعب بالناس ملك اليمين هي الرقيق وفكرة ملك اليمين في الوقت اللي احنا بنعيش بها مسألة تاريخية يعني ايه مسألة تاريخية بعد ما حصل خلاص وحصل الاتفاقية العالمية لتحرير الرقيق وتماما بعد الاتفاقية ديته وصلنا لسنة 1945 وما قبلها خلاص ما بقاش فيه رقيق في الدنيا خالص حتى بعض الأماكن اللي الناس بيوهموا الناس ان الست دي بعض الأحرار اللي بيقبلوا ان هم يتحولوا الى رقيق ده لا يعني انهم اصبحوا رقيق وده معنى ذلك ايه؟ لو امرأة ارتضت انها تبقى رقيق ويه حد عملها كأنها رقيق فوطأها فده اسمه زينة اسمه ايه؟ زينة ما فيش رقيق بالوقت فمسألة الرق بقت مسألة تاريخية كانت موجودة وما كانتش موجودة عند العرب وما كانتش موجودة عند المسلم بس موجودة في العالم كله والاسلام عمل نظام للتخلص من فكرة الرقيق زي مثلا لما واحد يكون عليه كفراء فيبقى فيها تحرير رقبة لما واحد يكون يئذي انسان زي ما الرجل صفع انسان فرسول الله امره انه هو يحرره يعني اذا كان فيه استراتيجية للاسلام للتخلص من فكرة الرقيق فالشرع ما بي مش حريص على وجود الرقيق بالعكس الشرع متشوف للعتق المتشوف انه هو لدرجة انه جعل جزء من ادعيتنا ان احنا ربنا يحررنا وكأنه بيعمل ثقافة داخل الناس لعدم الرضا بفوجود فكرة الرقيق ليه؟ لان فكرة الرقيق دي فكرة لا تتناسب مع كرامة الانسان طب ليه بتبقى موجودة؟ ليه كانت موجودة؟ كانت موجودة لان ده وضع انساني كان موجود وجعله الله سبحانه وتعالى تحفيزا للقيم الانسانية عشان تعمل وتتخلص من فكرة الرقيق اما واني ما بقاش فيه رقيق فاحنا لابد ان احنا نحافظ على هذه المسألة نحافظ على عدم موجود رقيق اذا هو ما فيش رقيق ما فيش رقيق يبقى اذا ما فيش حد يضحك على حد او حد يوهم حد ان ممكن انسان يعيش مع حد وخاصة جدا 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 مع وجود اضطرابات نفسية موجودة في اوتر كتيرة وفي سياقات كتيرة موجودة في حياتنا انت بتقول كل وضوح انا بتكلم كل وضوح ففي حد ممكن يستغل لحد اما الاضطراب نفسي او شيء من هذا القبيل ويشعره بانه ممكن يعيش مع بعض لان هي ملك يمين لا هذا الكلام كلام فارغ هذا زنا ما فيش حاجة اسمها ملك يمين ما فيش حاجة ما فيش امرأة رقيق الآن خالص ازاي الكلام ده مش هو مش موجود في القرآن موجود في القرآن وكل شيء موجود في القرآن لازم نشوفه طب ونقد صالح موجودة في القرآن لازم يعني يبقى عندنا نقد صالح الآن طب كتير من الاشياء موجودة في القرآن وانا لازم يبقى موجودة عندنا الآن لا هذا مما يسمى فيما يتعلق بالرقيق ذهب المحل ذهب المحل يعني ايه كان فيه خلص كان فيه رقيق وانتهى ايه ده يعني مفيش رقيق دلوقتي مفيش رقيق وبناء على ان مفيش رقيق مفيش ملك يمين وبناء على كده محدش يضحك على حد بان ملك اليمين موجود ومحدش يضحك على حد لان ده نوع من انواع النصب ونوع من انواع استحلال ما حرم الله وده بيجمع الى كبيرة الفاحشة كبيرة كمان التغرير والاقاع بالناس في الحرام ارجو ان الكلام ده يكون واضح لان احنا مش هنسيب الناس تتلاعب وتسيء الى المفاهيم الاسلامية اللي هي في الحقيقة كانت مفاهيم طبيعية مبلع عكس مفاهيم وقعية يعني لو ما كانش فيه تعامل مع ملك اليمين كان الناس هتقول ان الدين مش صالح لكل زمان ومكان فهو كان صالح لزمانه اما وقد ذهب محل هذا الامر هو بمعنى ان حررنا الرقيق فما بقاش دلوقتي فيه معنى لملك اليمين ينفع يبقى فيه معنى موجود في القرآن ويذهب محله طبعا الله سبحانه وتعالى بيقول ايه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واحدة اطعت ايديه هيخسل ايديه نرد كده مش هيخسل ايديه ليه مش هيخسل ايديه ما موجودة في القرآن انه ويخسل ايديه اه لا مش هيخسل ايديه مش هيخسل ايديه ليه لانه ذهب المحل طيب عايزين يبقى فيه ملك اليمين مش مفيش ملك اليمين ليه لان ملك اليمين مبني على مسألة الرق وما فيش دلوقتي نساء رقاء يبقى ذهب المحل خلاص ذهب المحل يبقى ايه ذهب الايه ذهب المحل أرجو أن أنا أكون وضحت وبينت لأن السؤال صحيح السؤال مختصر ومش بين فيه ده بس واضح أني وراه حكاية وعشان كده لأن كل شواية كل وقت من الأوقات يطلعن هنا حد يتكلم عن هذا المفهوم سواء جاي بقى من التدين الكمي أو من التدين الكمي اللاديني يا جماعة الخير ببساطة خالص اللي عايز يرتكب الحماقة والعايز يرتكب المعصية مش مضطر أنه يرتكب المعصية باسم الدين اللي عايز يحلل للناس الخمر هو يشهد بالخمر ويتحمل إسمها أمام الله اللي عايز يقع في الفحشة يتحمل إسمها أمام الله لكن ما يروحش طيب أقول كده ليه لأننا نتعرض لحالة من السيولة الدينية البشعة الآن فالحكاة مش محتاجة أي مواربة محتاجة وضوح في التعامل وجلاء عشان المفاهيم لا تحتل والمفاهيم لا تستغل في إذاء الناس